الأخضر الأولومبي في مواجهة مصرية أمام أوزباكستان في نصف نهائي كأسي أسيو 2020 رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسح ليؤكد قدرة الأخضر على خطف بطاقة التأهل الأهل المصري يوافق على إعارة مهاجمه وليد أزار لصفوف الاتفاق أهلا بكم في نشرة الرياضية المفصلة من الإخبارية وقع رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركيا الفيصل مع نظيره حسن كامل وزير الرياضة والشباب لدى جمهورية جيبوتي اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في الجانب الرياضي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا عن موعد مبارتي دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بتأهل النصر والهلال والأهل وأبهى وبحسب ما نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي فإن مبارتي هذا الدور ستنطلقان يوم الأحد الخامس عشر من شهر مارس المقبل حيث يحل أبهى ضيفا على الهلال في اللقاء الذي سيقام على استاد جامعة الملك سعود بينما يستضيف الأهل النصر على أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لم يوفق المنتخب السعودي لكرة اليد في المواجهة التي خاضها أمام المنتخب الياباني وذلك في البطولة الأسيوية التاسعة عشر والمقامة في الكويت كأول خسارة له في مشواره في البطولة لم يحالف الحظ منتخبنا الوطني لكرة اليد بالفوز حيث خسر مباراة أمام المنتخب الياباني والتي تعتبر أول خسارة له في البطولة الأسيوية التاسعة عشر حيث خسر المباراة بنتيجة اثنان وعشرون مقابل ثلاثون للمنتخب الياباني الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل صحيح في أخطاء في بداية المباراة خصوصا بداية المباراة اللعيبة والليال ما خشوا في الجو المباراة مباشرة وبعد ثاني شيء صار عندنا اليوم اللي هو سوء توفيق خصوصا مع مواجهات مع الحارس ولكن بإذن الله إن شاء الله ما زلنا موجدين في المنافسة إن شاء الله احنا مع الشباب وبإذن الله لنحقق الهدف ونسعى بالمجموعة هذه اللي موجودة عندنا وبإذن الله نحن نحقق الهدف المأمول إن شاء الله يا رب العز المباراة بدأت بتقدم المنتخب الياباني وحافظ على فارق النقاط حتى الدقيقة العشرين من الشوط الأول نحنا نجينا اليوم بنفوز يعني كنا نتأمن نحن فازين بس قدر الله ما شاء فعل يعني ما حالفنا الحاض ما كان فيه تركيز خسرنا كور كثيرة بس يعني الحمد لله رب العالمين دارش واستفدني منه إن شاء الله والبطولة لسه باقية بكرة عندنا مباراة إن شاء الله وإن شاء الله نفوز ونطمح للتأهل إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني استقل المنتخب اليابان الضقوط الزائدة التي كانت واضحة على منتخبنا ليستمر في تقدمه وينهي المباراة لصالحه آداء مميز وكبير قدم أخضر اليد في مواجهة اليوم رغم النتيجة الغير إيجابية إلا أن الأمل لا زال معقود بالتأهل لنهايات كأس العالم فنتيجة مواجهتان الإمارات والبحرين سيكون الفاصل في وصول منتخبنا إلى العالمية مشار الشمر غنات الإخبارية الكويت يخوض المنتخب السعودي الأولمبي مساء غد الأربعاء لقاء مصيريا من أجل التأهل لأولمبيا دي توكيو 2020 عندما يلاقي وزباكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما والمقامة في تايلند وسيكون الأخضر أمام فرصة ذهبية لتأهل لأولمبيا دي توكيو 2020 في حال تحقيق الفوز على وزباكستان ليضع حدا لغيابه عن البطولة العالمية لمدة 24 سنة وتحديدا منذ نسخة 1996 في المقابل سيدخل منتخب أزباكستان المباراة بروح عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على الإمارات وعقب الميران تحدث مدرب المنتخب السعودي الأولمبي سعادة الشهري عن المواجهة والتي وصفها بالصعبة كونها أمام بطل النسخة السابقة فيما يخص مباراة غد إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن نكون في جاهزية فنية وحاضرين بشكل جيد ما في شك مباراة صعبة أمام بطل النسخة الماضية لذلك إن شاء الله أن نكون في جاهزية فنية تسمحنا إن شاء الله للتاهل للنهائي وهذا مهم بالنسبة لنا فيما يخص باكستان أعتقد أنه فريق ما زلت أكد أنه فريق جيد وصوله للمرحلة هذه لديه لعبين وعناصر جيدة ولكن أيضا المنتخب السعودي منتخب جيد ولديه العناصر اللي تستطيع إن شاء الله أنها تحقق الهدف المنشود وهو الوصول للنهائي إن شاء الله فنحن نعمل على استمرارية إيجابيتنا كفريق وكمنظومة عمل دفاعية تقارب خطوطنا إن شاء الله مع بعض سلوب فريقنا أيضا المعتاد في الحالة الهجومية والدفاعية وإن شاء الله نقدر أنه نحسن ونحد من الخطورة اللي يتمتع فيها منتخب أسباكستان وخلال ميران الأخضر الذي شهد حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أكد المسحل قوة المنتخب الأسباكي ومواجهته وأن مواجهته ليست سهلة مشددا على قدرة الأخضر لخطف بطاقة التأهل والوصول لإنبياد طوكيو ما في شك منتخب أسباكستان منتخب قوي جدا وهو الحقق للبطولة السابقة وأيضا أدى أداء كبير وتغلب على الشقانة في الإمارات اللي نقولهم هاردلك بدون شك برح تكون صعبة جدا زي ما ذكرت منتخب قوي ومنتخب يتميز البنية الجسدية القوية لكن أنا أعتقد أن الكابتن سعد الشهري وكتيبة الرجال السقور الخضر إن شاء الله رح يعدون العدة بأكمل وجه بإذن الله ومتى ما إن شاء الله توفقنا أن اللاعبين يكونوا في يومهم متفاعل إن شاء الله بتحقيق نتيجة عجبية بإذن الله ونتمنى إن شاء الله أن نفرح الجمهور السعودي بحول الله وجودنا كفريق عربي خليجي وحيد في النصف النهائي يعطي دافع كبير لنا أن نخطف بطاقة تاهل بحول الله ونأدي أداء يوازي الأداء اللي أدوه اللاعبين في المارات السابقة وإن شاء الله بإذن الله نفرح جمهورنا السعودي بتاهلنا إن شاء الله لطوكه بإذن الله الوصول للأولمبيات كان هدف رئيسي لنا كالتحاد السعودي أنا وزملاء أعظام السدارة من أول يوم استلمنا مهام العمل في مجلس إدارة قبل ستة شهور تقريبا لكن أيضا إحنا لم نحقق شيء حتى الآن يعني صحيح أنه اقتربنا ولكن تبقى خطوة مهمة جدا ومباراة صعبة جدا وبإذن الله إن شاء الله يحالفنا الحظ ونحسن بطاقة تاهه اليوم الأربع بحول الله إن شاء الله قال مدافع المنتخب السعودي الأولمبي عبد الباصط هندي عن جاهزية الفريق لخطف بطاقة التأهل مؤكدا بأن المجموعة تلعب بقلب رجل واحد والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله وأخوان اللاعبين كلنا جاهزين تم الجاهزية ونطمح نفوسه المباراة ونتاهل النهاية وتحقق الحكم بإذن الله بإذن الله تكون بدايتنا هذه ما نفكر في اللي راح خلاص اللي راح ننساه وهذا خطوة بقنا خطوة واحدة إن شاء الله نكون فيها تم الجاهزية لها ونحقق حلمنا والله ما وصل المرحلة دي اللي هو منتخب قوي إن شاء الله نحضر له ونسمع تكتيكات الكوتش كابتن سعد وإن شاء الله جاهزين له بإذن الله ونقدر نتخطى أي خصم بإذن الله والله كلهم أنا شوفهم كلهم جاهزين بأتم الجاهزية وينتظرونا تعليمات الكوتش وكل واحد بيقدم اللي عنده وإن شاء الله كلهم على قلبه واحد وبإذن الله نحقق كل شيء والله أحب أن أجي لهم رسالة أنه يدعمونا كل ما عندهم وإن شاء الله نظهر هذا الدعم في الملعب بإذن الله ونقدم كل شيء عندنا عشان نفرحهم بإذن الله أوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسح لأن ما يحدث للأندية الإيرانية المشاركة في دور أبطال آسيا لا يعنينا مشيرا في الوقت ذاته بأن تركيزهم منصب على مشاركة المنتخب الأولومبي حقيقة نحن تركيزنا منصب تماما على مشاركة المنتخب في المسابقة في تايلند فيما يخص ما سمعناه من أخبار الأندية الإيرانية هذا أمر لا يعنينا ولكن أنديةنا السعودية دائما تكون جاهزة إن شاء الله وفي الموعد وشفنا هنا فريق سعودي الهلال حقق دور أبطال آسيا المسخة الماضية بعد غياب طويل عن الأندية السعودية وأنا متفاعل إن شاء الله الأندية السعودية ستواصل حضورها على مستوى دور الأبطال ونتمنى توفيق إن شاء الله لجميع طبعا ما في شك أنه إدارة الاتحاد الآسيوي تقيم يعني كل الأحداث اللي تحصل في كل الدول اللي تحصل فيها مباريات متى ما رأت إدارة الاتحاد الآسيوي ممثلة بالنجة المسابقات والمكتب التنفيذي أنه في أحد الدول وضحها غير آمن للعب المباراة كدهنم حيتخذون الاحتياطات اللازمة بالنسبة إحنا كأندية السعودية وكالتحاد السعودي إحنا جاهزين نلعب في أي مكان وبالنهاية إحنا نركز على ما يهمنا وما يعني يكون في مصلحتنا أما الأندية الأخرى والدول الأخرى هذه أمور الداخلية تخصهم ولا نرغب في التعليق عليها كرر نادي الشباب تفوقه على نظيره الشرطة العراقي بهدف بعد فوزه عليه بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعه مع الملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان في إيابي ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال وتكفل بهدف اللقاء الوحيد الأرجنتيني كريستان جوانكا وكان شباب قد انتصر في مواجهة الذهاب ستة أهداف نظيفة حيث ينتظر الليوذ في الدور نصف النهائي من البطولة الفائز من مباراة الاتحاد وأسف المغربي الذي سيقام في الخامس عشر من شهر فبراير المقبل تعادل الفيصل مع نظيره الهلال بهدفين لكل منهما في رقاء مؤجل من الجولة الثانية عشر من دور كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين وسجل للهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة سبيستيان جوفينكو وكارلوس إدواردو فيما سجل هدفي الفيصل إخليم هلاند وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى النقطة الحادية والثلاثين في صدارة الترتيب فيما وصل الفيصل إلى النقطة الحادية والعشرين في المركز التاسع بحضور رئيس نادي الفيحة عبدالله بنمي أطلق النادي استراتيجية فيحة الفين واربع وعشرين والتي يسعى من خلالها الفريق لتحقيق بيئة فعالة في المستقبل استراتيجية فيحة عشرين أربع وعشرين الأهداف المرسومة هو أن تسهم بشكل إيجابي في إحداث نقلة نوعية وتحول ملموس في الأداء وسياسات العمل في النادي ونتطلع أن نشرح لجمهور الفيحة والمجتمع الرياضي عامة أبرز ملامح هذه الاستراتيجية من خلال هذا المؤتمر أهدافنا من رؤية النادي أو من استراتيجية النادي هو تحقيق بيئة تنظيمية فعالة من أجل الحكم ومن أجل العمل المؤسساتي للنادي أيضا تطوير المستمر للنادي تطوير الوظائف الإدارية والمالية داخل النادي من أجل أيضا أنه رفعت عمل هذا النادي ليصبح عمل مؤسساتي على أعلى طرس طبعا حين المنافسة بين الأندية صارت شرسة لأنهم عرفوا المعايير وصار ألية العمل واضحة قدامهم يعني إحنا في التقييم الأول حققنا المركز الثالث على الأندية في التقييم الثاني حققنا المركز الخامس بنسبة 4.04 نطمح التقييم الجاي إن شاء الله لتقييم الثالث اللي راح يكون في أبريل أن نحقق 4.5 يعني بإذن الله ومع نهاية التقييم في نهاية السنة أن نكون حققنا 4.90 أو 5 أيضا إذا كان بالإمكان نحققها بناء على المعايير الهيئة العامة رياضة الفكرة أو الآلية من وضع هذه المبادرات أن يكون فيه آلية عمل واضح للنادي من أجل تحقيق أهدافها اللي هو يرغب في تحقيقها لابد كرة القدم فيها يعني فيها ارتفاع مستوى ما في السبب معي بس في بعض مرات تستمع في عمر نزول جميع اللاعبين لكن اللاعب الجيد يرجع للمبادرات كما ترون يعني كانت فيه أول ثلاث جولات مستوى عالي ثم يتراجع المستوى ثم يرتفع المستوى الآن في الانويفا صراحة مفاوضات سريعة وكان اللاعب يرغب في الانتقال لنادينا إضافة كبيرة سواء كان جماهريا أو فنية إن شاء الله بإذن الله يقدم مستوى جيدة مع الفريق كشف النادي الأهلي المصري عن موافقته رسميا على إعارته مهاجم الفريق المغربي وليد زارو إلى صفوف الاتفاق لمدة شهر على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية وجه جديد على أعتاب الانتقال من الدور المصري إلى نظيره السعودية أحدث تلك الوجوه هو المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والذي وافق النادي الأحمر على رحيله إلى نادي الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل خمسمائة ألف دولار وليد أزارو كويس جدا وشايف أنه بيمر بفترة يعني فترة عدم انتزان أو فترة محتاج فيها يعيد حسابات ويرجع لفرميتو الأهلي شايف أنه ممكن خلال فترة الأعارة أنه وليد أزارو يرجع لفرميتو الطبيعية ويرجع للتهديف أزارو الذي كان يعد المهاجم الأول للنادي الأهلي في الموسمين السابقين وجد نفسه خارج الحسابات الفنية فجأة وعلى أبواب الرحيل الأمر الذي تسبب في غضبي وأدخله في أزمة كبيرة مع الإدارة الحمراء ليطلب فسخ التعاقد قدرته طبعا جيدة لكن تركيزه في الملعب مبقاش كبير جدا لأنه بيفكر في حاجات تانية فمشتت الزهر فطبعا ده بينعكس على نتائج النادي الأهلي وهو يبقى فيه تحدي لأنه عايز يزبط وجوده وأنه كان لعيب سوبر بالنسبة للنادي الأهلي وعايز أقول لنادي الأهلي أنه أنتم فرطتوا في لعيب كان ممكن طبعا يكون إضافة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وشارك أزارو مع الأهلي في الدور المصري في ستين مباراة سجل خلالها ستة وعشرين هدفا كما شارك في خمس وعشرين اللقاء في دور أبطال إفريقيا وسجل أحد عشر هدفا ويسعى النادي الأهلي لرحيل المهاجمه وليد أزارو إلى الدور السعودي في أقرب وقت ممكن بعدما بات صداعا في رأس الجهاز الفني للفريق لقلة مشاركته في المباريات الرسمية لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم القاهرة أعلن نادي التعاون موافقته على رحيل لعابه مدل العليان إلى نظيره الهلال والتوصل لاتفاق معه ببدء مشواره مع الفريق بداية من شهر يناير الجاري حيث سيلتحق العليان بتجريبات الهلال خلال اليومين المقبلين وفي السياق ذاته أعلن الناديين انتقال المدافع حسن كادش من الهلال وانضمامه إلى التعاون لمدة ثلاث مواسم ونصف بدءا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية أعلن نادي التعاون غياب لاعبه ريان الموسى عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بعد إصابته في عضلة الفخذ الخلفية وأصدر النادي بيانا رسميا قال فيه إن الفحوصات الطبية النهائية التي خضع لها اللاعب بيّنت وجود تمزق في عضلة الفخذ يحتاج معها لفترة علاج تمتد لستة أسابيع وكان الموسى أصيب خلال مباراة التعاون والفتح في الجولة الرابعة عشر من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف يستضيف تشيلسي نظيره أرسنال مساء اليوم على ستادي ستامفورد بريج في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدور الإنجليزي ويدخل تشيلسي المباراة من أجل تحقيق الفوز على أرسنال واستعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد التعثر في آخر مبارتين بالبرميك في المقابل يمر أرسنال بفترة عصيبة على مستوى الدوري حتى بعد تولي مايكل أرتيتا تدريب المدفعجية خلف للإسباني ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد تسع وثلاثين نقطة فيما يحتل أرسنال المركز العاشر برصيد تسع وعشرين نقطة وللحديث أكثر عن ديربي العاصمة لندن ينضم معنا من لندن المحلل الرياضي أسر حسين أهلا بك أسر ديربي عاصمة الضباب لامبرد في مواجهة يارتيتا خبرات متقاربة كمدربين من سيكون له بصمة في مواجهة اليوم تسمعنا أستاذ أسر يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على إيفيزا مساء غد الأربعاء ضمن لقاءة الدورة الثاني والثلاثين من كأس ملك إسبانيا حيث سيلتقي الفريقان على ملعب إستاذ كان ميزيس وتسعى كديبة المدرب كيكي سيتين في أن تذهب بعيدا في هذه البطولة في سبيل استعادة اللقب بعد خسارته في النهاء من النسخة الأخيرة لحساب فالانسيا في الوقت نفسه يحاول إيفيزا أن يصنع التاريخ والمفاجأة لسيما وأن الفريق يظهر بصورة مميزة في دور الدرجة الثالثة هذا الموسم باحتلاله المركز الثالث كما يستعد ملعب هلمانتيكو لحدث تاريخي وذلك عندما يستضيف يونيوستانس سلامانكا نظيره ريال مدريد الذي يسعى لزيادة رصيده من البطولات هذا الموسم بعد تحقيقه لقب كأس السوبر الإسباني في المقابل يحاول يونيوستانس بذل كل ما لديه خاصة وأن المباراة ستقام على أرضه ووسط جماهيره ممنيا النفس في أن يحقق مفاجأة لن تمحى أبدا من تاريخ الفريق بإقصاء نادي بحجم ريال مدريد اشتركوا في القناة يسعى لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا إلى مواصلة موسمه المميز حينما يحل ضيفا على نابول مساء اليوم في الدوربع النهائي من المسابقة ويمر لاتسيو حاليا بواحدة من أفضل فتراته التي كللها نهاية العام الماضي بتتويجه بلقب كأس السوبر وتحقيقه 11 انتصارا متتاليا في الدور ما وضعه في المركز الثالث وفي المقابل يسعى نابولي إلى كتابة فصل جديد في مسيرته الحالية والتي تعد الأسوأ له باحتلاله المركز الحادي عشر بعدما أنهى الموسمين الماضيين وصيفا ليوفينتوس بطل الدوري كما يشهد الدور ربع النهائي أيضا قمة لا تقل أهمية حيث يستضيف يوفينتوس مساء غد الأربعاء فريق العاصمة الآخر روما ويدخل يوفينتوس المواجهة بمعنويات عالية عقب فوزه على روما قبل 11 يوما على الملعب الأولمبي في العاصمة بيد أن المهمة لن تكون سهلة خصوصا وأن روما يضع مسابقة الكأس نصب عينيه لصعوبة المنافسة على لقب الدوري والذي يحتل فيها المركز الرابع بفارق 13 نقطة عن يوفينتوس أعلن نادي ريال مادريد تعاقده مع رينير خسوس لاعب فلامينغو البرازيلي بعقد يمتد إلى يونيو 2026 وأوضح ريال مادريد في بيان له أن اللاعب البرازيلي الشاب سينتقل إلى صفوف الفريق الثاني كاساتيا عندما تنتهي مشاركته في البطولة التمهيدية للألعاب الأولمبية تحت 23 عام مع المنتخب البرازيلي إلى العنوين الأخضر الأولمبي في مواجهة مصرية أمام أوز باكستان في نصف نهائي كأس آسيا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسح ليؤكد قدرة الأخضر على خطف بطاقة التأهل الأهل المصري يوافق على إعارة مهاجمه وليد زارو وليصفوف الاتفاق شكرا لكرم المتابعة والمزيد من التفاصيل تابعونا على تويتر إلى اللقاء اشتركوا في القناة